خلينا نتكلم على الشهادة الاعدادية في اختبارات من منصة امتحانات مصر اسمها اي جي اجزام المنصة دي بيقولون هي مختلفة بعض الشيء عن كل ما يعني كل المشروعات اللي تمت من وزارة التربية والتعليم تقييمك لها يا فن؟ طب منصة امتحانات مصر دي من منصات العظيمة جدا في مجال التعليم خلي بقلك اسمها منصة امتحانات مصر دي خاصة بالامتحانات دي من موائزاتها ان هي بتغطي جميع الصفود دي الرخصية من اول مش عايز اقول الا اولى ابتدائي لغاية ثالثة سنوة بس طبعا نظام التعليم منصر حديث لغاية ثالثة ابتدائي مفيش امتحانات ولا في تقوين فبالتالي بيدوا انشطة بسيطة للطلاب لكن من اول اول رابع ابتدائي لغاية ثالثة سنوة في امتحانات باردك نفس الفكرة ا있는 الصفاب حتت الاي اي اي ان انا بختارة صفو دراسي ويه المرحلة بتاعتي والصفو الدراسي ولمادة الان اعايز اي اخش فيها بيبقى فيه عزم السفر بيبقى فيه امتحانات خاصة او متخصية وامتحانات عامة انا مثلا اخترت مادة العلوم بادوس امتحانات خاصية بيطلعلي في كل واحدة الاسئلة بتاعتها اسئلة فقط طيب الاسئلة دي بيدي لك الاسئلة مثلا ايجيب لك هنا مثلا ستين سؤال تمام عندك طريقتين في العرض اللي انت تعرف السؤال سؤال والانت تعرف الاسئلة كلها ورا بعض الاسئلة دي بتتميز بيه اول حاجة من ناحية التقومية حسنة الصياغة بتقيس نوادج التعلم المساهدفة في كل فرقة وفي كل مادة وفي كل مكرر كمان ان هي الاجابات بتاعتها بقى وديه اميز حاجة او من حاجة اميز يعني موجود الاجابات بتاعتها بعد ما الطالب ما يخلص فبالتالي هنا الطالب بيديله فيدباك مباشر للاجابات بتاعته خلي بقى حرارك من وظائف التقويم والترباء والاسئلة مش طالب يحلل الاسئلة ويمشي ما يمكن ان طالب يحلل السؤال غلط فبالتالي هتثبت عنده الاجابة الغلط لكن كل ما انا بتديله فيدباك وبعرفه الاجابة الصحيحة وده موجود في المصر بحفزه بخليه يخش يجيب امتحان تاني طب الامتحانات دي يعني فيه امتحان في التقويم يعني قادرة خلص امتحان ويجي للدرجة بالزبط اخش نكس بيه امتحان تاني بزرط هنا طريقة العرض زي ما قلت لك سؤال سؤال اول انا بعرض الاسئلة كلها مرة واحدة وخش على الاسئلة وحلل الامتحان خلال وقته معين طيب والستاذة بسانت قالت كلمة جميلة جدا في الاول الامتحانات لا تخرج عن هذه الاسئلة يعني الكلمة دي سيلاحزوا حدين لو طلبة سموا وكده يمكن يخش يحفظوا الاسئلة دي فاحنا يهمنا فيه التعليم ان الطالب يرفع لا بس احنا كلنا فاهمين بس يعني انا اصفا مش قصدي قطع حضرتك كلنا فاهمين انه النهاردة المناهج هدفها الفهم مش الحفز جميل جدا يعني احنا زمان كنا بنحفظ انا كنت قد أدبي فكنت بحفظ بس النهاردة احنا عارفين ان المناهج كلها هدفها الرئيسي هو الفهم فاهم والتطبيق بالزبط كده فبالتالي هنا يهميني قد تأتي اسئلة منهم في الامتحانات لا شك فيه ودي اكتر اسئلة فيها من الزاقية وعايز اقولك معلومة مو اعظم مدرسين الحصين اللي برة اللي بيدلوا لطلاب ملازم ويدعوا للطلاب ان هي بتاعته بيروحوا للعزم وزين ملازم بيبغدينها منها بالزبط كده فان يبقى فيه امتحانات تخصصية في كل وحدة وفيه امتحانات عامة امتحانات العامة افتح مثلا اول عددي يجيب الامتحانات في كل المواد ايقونة في امتحانات العلوم ايقونة درسات اجتماعية رياضيات الى اخره واختار اي ايقونة واشوف الامتحانات العامة فبالتالي باتدرب على طريقة حل الامتحانات بدل ما اخش بشكل مفاجئ في الامتحان ولا اسئلة اول مرة اشوفها فهي بتعمل عملية تدريبية واعدادية جيدة جدا للطالب قبل دخول الامتحانات وفيها مزاقية وفيها موثوقية اكتر من امتحانات اللي هي بحطاهم درسات الخاصين وكمان يا فندي مراجعا من ناحية التربية والتعليمية والعلمية بشكل دقيقية طب لو هي لما كل المناهج وكل حاجة تما كده صعب الامتحان يطلع براها صح؟ ما فيش مشكلة يا فندي سواء قصدية يعني مش قادرة يعني مش لازم الطالب اكيد يدخل يحفظ السؤال هو هو لكن انا قصدي المجمل والمفهوم عن الضبط يا فندي اتفق معك تماما بس هنا الفكرة بقى هنا في الامتحانات برضا كل اسئلة مش اللي انا حلم هو اللي انا جيب الدرجة اللي انا اعمل الفندي من نفسي تقويم لنفسي بمعنى اللي انا اتعرف على نقاط الكوة ليا ونقاط الضعف تمام؟ فبالتالي لو انا الدرس ده او السؤال ده امزاقه صح في الوحدة الاولى يبقى خلاص تمام هنا عندي بقى مشكلة في السؤال ده في الدرس التاني هنا الوظيفة بتاعت السؤال اللي انا ارجع للدرس التاني واذاكره حتى اصل الى مساواة تمكنت منه تمام؟ طيب انا عايزة اواجه الطلاب في الزل زي ما اواجه المصطف قال من شوية اللي انا عندي منصات كتيرة هنا بقى ازاي اواجه الطلاب للاستفادة من هذه المنصات طيب في مجموعة من الخطوات قبل ما اقول عليها عايزة اشير لنقطتين اول حاجة سن المنصات ده بيتوقف على عاملين اول حاجة سن الطالب كل ما الطالب سنه كبر في التعليم بتبقى استفادته اكبر من هذه المنصات يعني طالب تانية او تالتة سنة بيستفاد منه اكثر من طلاب في المرحلة الاتدائية طالب من الحالة الاتدائية لازم يكون معا ابا ام كموجه لي في الاستفادة من هذه المنصات